عشق العامل حسن حيدر وحبول عمله في البرمجيات والطبقات كان الحافظ له لتصميم أربع منظومات إدارة إلكترونية تلقاهية لترطيب الأقماح في مطحنة السلمية بغية تخفيف الهدر والحد من المشاكل الميكانيكية والكهربائية زلط الترطيب هي أهم منظومة بالنسبة لعمل الطحن لأنه هي تهيئة الأقماح للطحن وتعطينا هي الرطوبة اللي بتخاصة بالمواصفات بالنسبة لللون والرماد لخاصيات الطحين كلياتها فإذا كانت الرطوبة صح بيكون الطحين صح وبالتالي بتوفر على النطحنة والعمل كتير خسارات المنظومة تتألف من جهاز بيلسي معالج منطقة نتحكم فيه بفتح سكر عن طريق محرك هذا السكر اللي نحنا نفتحه حسب طبيعة الأقماح والمعطيات اللي نحنا بنطيها هو بقى بتحكم بالماء نحنا بسبب الحاجة للعمل وتنظيم العمل قمنا بدراسة هذه المنظومة والاستعواض عنها بمنظومة جديدة من السوق المحلية حسب الوجودة في السوق المحلية قدرنا أن نشكل منظومة جديدة بعد قلة القطع وقلة الأمور والحصار الجائر على البلد المنظومات الأربع وفرت ملايين الليرات السورية على القطاع العام حيث يتابع العامل حسن حيدر عمله وإضافة ابتكار جهاز يقوم بقياسة درجة حرارة مكانات الحبو وينظم درجة حرارتها هاي المنظومة جديدة عم نشتغلها الليق تركيب حساسات حرارة لمكانات الطحن بتقيس حرارة الحجر الطحن عندنا دائما بالمطاحن دائما في عنا المشكلة هذه موجودة في كل المطاحن هي ارتفاع حرارة حجر الطحن بيؤدي لإحتراق الحجر وهو عامل أماني كبير بالنسبة للمطحنة قدرنا أنه نوصل لموضوع أنه فينا عند حرارة معينة نقدر نفصل مكانة ونوقفها على العمل وبالتالي الفني بيطلع بيشوف شو المشكلة وشو سبب ارتفاع حرارة الحجر ويعتبر هذا الإنجاز أول ابتكار سوريا بالكامل على الصعيد الصناعي وهو مدعم بتصميم برنامج حاسوريا صناعي محيد دين فهد للأخبارية السورية ريفي حما